دي شاورمة لحمة وشاورمة البطاطي السوري بالطومية وبالتحينة بطريقة سهلة وبسيطة والطعم احلى من المحلات السلام عليكم احطا لباكياتو ازاكم حبيبين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة سيدنا محمد وعلى الاهل وصحابيه اجمعين اه نرضي حنعمل مع بعض الشاورمة شاورمة اللحمة مش هنجيب اللحمة اه ترنشاط وحق احنا ايه مفيع جدا العادة بتقدر عشي تبقاش تنضغ معاكي في الاكل تستوي بسرعة معاكي آآ طبعا خضار قبل ما نقطع الخضار هنتبه للحمة معنا خل معنا بهارات فلفل اصمر ملح كوباباسيني مابريكا بصل بودر طوم بودر ساعة بهارات ماشي هناخد الاول على اللحمة معلقة زباجة. بس مش كتير. معلقة الطحين. طحين نجي لحنا عملينا مع بعض. هنحط الصواع بارض. والخل. نزود الخل شوية. هنحلو معلقتين كبار. هنقلب بقى كل ده مع بعض. وهنا بعد ما قطعنا الخضار طبعا اللحمة بتاعتنا بتابلت كويس او وعادت في التدويلة فترة كفية. آآ معنا بقى الخضار قل زي ما قلنا معنا فلفل كبه كميل انش عايزها فقيف الخضار. فلفل كبه طماطم. آآ بصلة. معنا دي ليا. الليا دي بتدي طعم حلو اول الشاورمة. اتجربينها بها هتعجبك ان شاء الله. لو ما بتحبهاش ما تحطوهاش. بس انا بحطها وقطعيها لو انتم ما بتحبهاش قطعيها تقطعة كبيرة. تاخد الطعمة بس في الشاورمة تديها الطعم وبعد كده بقشيليها. بس نحطها كده ما نقلبهاش بقى. طبعا على نارة عالية. نتسيبه كده غاية ما تاخد لون من تحت. وبعد كده نقلبه. بحاولي تطمناه في طاسة جبيرة علشان خواطر الكمية تبقى مفروضة في الطاسة كلها. لو عمدشها في طاسة صغيرة مش هتنزل معك مية. مش هتاخد اللون اللي من تحت ده. احنا عايزين اللون ده اللي هو بيقفر. بقش هنزل بالليه. ريحة تخفى يا جماعة. اللي هي بتدي التسيح. هتنزل طعمها كله في اللحمة. لو انت مش بتحبيها بقى بعد ما تخلصيش ليها. بس قطعها كبيرة عشي طعب تشيليها. هيا كده دخلت في السوا. كده ممكن نواتي 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 شوية. نسيب البصل لغاية ما يتبقى شوية. مع الفكرة انت ممكن بربع لحمة مع كمية الخضار دي وزودي كمية الخضار شوية. هتعمل لك واجبة هتكفي اربع فرط. هنا البصل بعد ما دبل هنحط الففل الكوبي. طبعا احنا هم تابدين اللحمة وحطين فيها الملح والبهارات كلها. آآ وانت بتشتغلي كده دقيها. لقتيها محتاجة ملح محتاجة في الاصلة وزودي بقلي انت محتاجة. هنديكو التمكم اخر حاجة عشان ما تستويش قوي. هنطلت للكوبي برده انا بيحبوش يغض يامع على النار عشان بيحب تعموه. يبقى فرشة كده. آآ فيه قرشة. قبل ما اطفق بقى بحب ازود لهم على اتخلص غيرك ده. ورشة من الزعتر الاخضر. الزعتر اللبناني. بس كده اشونا بتاعياتنا خلصت. هنجيب بقى عش التورتلة والعش السوري. هنعملنا سندويتشيت. هنا هنبتجي بقى نعمل سندويتشيت معنا طبعا الشونا بتاعتنا ومعنا طحينة وطومية وبطاطس محمرة وخير مخلل. ومعنا عيش بقى التورتلة او العيش السوري. حانتني بقى العيش كده. نعتني من الجناب الاول انا اخد الجنب ده والجنب ده. والاتنين من تحت انها من زي قاعدة كده للسندويتش عشان ما يتقطعش منه احنا بنحشيل. هنحط بقى صلتة التحينة. تحت. كمية طبعا انت عايزيها? هي طبعا اللحمة بيليق معها صلتة التحينة. والمايونيس بيتحط مع الفراخ شاورمة الفراخ او مع البطاطس. هنحط بقى الشاورمة. كمية طبعا اللي انت عايزيها. نقولك من ربع كيلو تقدري تعملي اكلة تكفي اربع افراط. سندويتشات يعني تعملي كمية كبيرة. وزود لها الخضر شوية. هنلف بقى السندويتش بتاعنا نحط شوية التحينة كمان على الوش. تتجاطع ما حلو اوي. هنلف يبقى نحط اخرين نخلل. بيجي تعمل حلو معيها اوي. بس هنلف بقى السندويتش بتاعنا كده. هنشيلوا بقى كده على جنب لغاية ما نخلص وانه يعملوا بقى كلهم على النار. هعمل معكم واحد بطاطس عشان نشوفوا برضو عملت البطاطس ازاي? وبعد كده هنكملهم انا بقى مع نفس. برضو عانيتني العيش من الجناب ومن تحت. هنحط بقى هنا طومية مش هنحط تحينة مع البطاطس. نفرد بقى الطومية كده. وهنحط البطاطس. كمال انت عايزيها طبعا. حط شوية طومية كمان على الوش. تجيها تعمل حلو قوي مع البطاطس. على الفكرة ممكن تعملي طومية بطاطس بس ممكن ما تعمليش لحمة يعني ممكن تعملي طومية بطاطس. سندويتشات كده بس وهيحبوها برضو. بس خلاص كده هناخد بقى على الطوصة على النار ونبتجي بقى نحمر سندويتشات بتاعتها. الطوصة بقى سخنة على النار. تسخنيها قوي. وبعد كده توضش النار عشان ايه تأيي قرمش ليش معايك. هنحط بقى سندويتشات كده. طبعا يا جماعة زمحنا متفقين. ذكر الله. اهم حاجة ذكر الله. والصلاة على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبه اجمعين. والاستغفر كتير. هنا الشاومة بتاعتنا بعد ما طلعت. طبعا مقرمشها جدا ورحتها تحفة وطعمها تحفة. مجربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكو ومش هتعملوا اي طريقة تانية غيرها. ويا رب الفيديو يكون عجبكو. واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. ومتنسوش يا جماعة شير واللايك وسبسكرايب.